موسيقى كتب في الاقتصاد أهلا بكم مشاهدين نبدأ جولتنا لهذا الصباح بخبر زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون الجزائر في الفترة المتدة من الخامسة والعشرين إلى غاية السابع والعشرين أوت الجاري وتعنون جريدة الاقتصادية الأولى في افتتاحيتها ماكرون بالجزائر هذا الخميس لرعاية مصالح باريس وتدفئة شتائها سيارة سياسية بذوق طاقوي وحسب جريدة الاقتصادية الأولى أنه يمكننا تشبيه العلاقة الموجودة بين الجزائر وفرنسا بالطلاق المستحيل في كل مرة يعاد بناء الجدار الرابط بين البلدين اتعرض مجددا لتصدع تحدث باريس بسبب تهورها وردرتها الاستعلائية ورغم ذلك تقف الجزائر الموقف الثابت الذي لا يتبدل بفعل المتغيرات السياسية والاقتصادية والديبلوماسية وتحتكم إلى ما تقتضيها المصلحة الوطنية والإرث التاريخي المشحون بالتطاول المتكرر على الجزائر وعلى تاريخها تارة على رئيس مسؤولين فرنسيين وتارة أخرى على لسان الرئيس الفرنسي نفسه ولكن يضيف التقرير أنه كلما اقتضت الضرورة مراعاة المصلحات الاقتصادية تسارح فرنسا إلى التودد إلى المسؤولين الجزائريين باسم رأس المال الفرنسي والمصلحات الاقتصادية والتجارية والحفاظ عليها حينا وباسم التاريخ المشترك حينا آخر وغير بعيدا من نهار اليوم كان مكرون قد تهجم بطريقة عنيفة وغير لائقة على الجزائر قبل أن يشير إلى اعتداره عن ما بدر منه واليوم تأتي زيارته لتصحح ذلك الخطأ الفادح ولتضع فرنسا في دائرة اهتمام الجزائر من حيث الشراكة الطاقوية بشكل خاص والتعاون الاقتصادي بشكل عام وهذا ما أشار إليه الزميل محمد سعيدي في مقال بالصفحة الثامنة من جريدة الاقتصادية الأولى أن زيارة مكرون ستكون اقتصادية بامتياز وهذا نتيجة الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها أوروبا منذ تفشي وباء كورونا وبعدها الحرب الروسية الأوكرانية حتى تبحث باريس عن مخرج لأزمتها بعد القرار الروسي المتعلق بوارداته من الغاز وخفضها وهو ما يشكل تهديدا مباشرا لأوروبا خاصة مع اقتراب فصل الشتاء حيث سيحاول مكرون استمالة الجزائر لزيادة وارداتها من الغاز وضخها في أوروبا تقارب الجزائر الروسي تعزيز الشراكة مع إيطاليا رفع حجم الاستثمارات مع تركيا عوامل وأساسية جعلت عجلت بزيارة مكرون الجزائر حيث يرى الرئيس الفرنسي أنها تهدد مصالحه الاقتصادية ومن المتوقع أن يقدم مكرون تنازلات مقابل الحفاظ على الامتيازات التي كانت تحظى بها فرنسا كما أنه لا يريد خسارة الجزائر التي فتحت مجال الاستثمار بمصرعيه أمام الأجانب بعد صدور قانون الاستثمار مؤخرا وفي الصفحة التاسعة من الجرئدة جمع لنا الزمين محمد نجار ما تنقلته صحف ومواقع إخبارية فرنسية وإسبانية حول ما سيكون في جعبة الرئيس الفرنسي من خلال الزيارة وحسب تقرير موقع الجورنال دافخيك أمام زايا هذه الزيارة وتأثيراتها المحتملة على العلاقات الفرنسية الجزائرية والسيما من حيث ملف الطاقة الذي يعد حيويا لفرنسا وإيضا لملف الأمن في ليبيا ومنطقة الساحل الأفريقي وتكتب جريدة لوبينيون أن الجزائر وضعت نفسها بسرعة في قلب معركة الطاقة حتى تحولت أوروبا شيئا في شيئا نحو الجزائر في محاولة لتعويض عدزها عن توفير ما يلزمها في ضوء إضافة الإمدادات الروسية إضافة إلى القضايا الاقتصادية وقد أشارت صحيفة إسبانية إلى أن الرئيس الفرنسي سيحاول إقناع الجزائر بأرجاع العلاقات مع إسبانيا ويعتقد الأوروبيون أن تطبيع علاقات الجزائر مع إسبانيا هو المفتاح لرؤية مشروع خط أنبيب غاز ميتكات يزدهر خاصة في وقت تدعو فيه ألمانيا إلى إعادة تفعيل المشروع وهو خط أنبيب الغاز الذي يعبر إسبانيا وفرنسا لتغذية الغاز إلى وسط أوروبا وفي جاغو تفترض أن تتيح هذه الزيارة وإنها أعدة أشهر من الأزمة الدبلوماسية بشأن مسألة الذكرى بين البلدين لكن من ناحية أخرى السفير الفرنسي السابق لدى الجزائر في تصريحه للجريدة أنه لا يوجد تغيير حديث في العلاقات مع الجزائر ويضيف لا يزال يتعين أن تكون هناك إيماءات من الجزائر العاصمة بشأن عدد معين من طلباتنا وهي تصريح قنصولية وشؤون اقتصادية نبقى في ملف الطاقة وجريدة لاتخبيون خصت مقالا حول قطاع الطاقة في إيران وكتبت قطاع الطاقة في إيران في قلب العاصفة بعد تعليق أسهب أكبر منتج للصلب في البلاد في بورسة طهران بعد تقرير برلمانيكا شفاء عن رشاوة بقيمة ثلاثة مليارات دولار حسب تقرير صحفية محلية تصرح المدير التنفيذي لبورسة طهران لوكالة فارس للأنباء بأن أسهم شركة المباركة للصلب تم تعليقها بسبب شكوك حول شفافية المعلومات التي قدمتها شركة الصلب العملاقة من المرجح حسب الجريدة مرة أخرى أن تلقي هذه الحالة الجديدة بثقلها على سوق الصلب العالمية التي تواجه حاليا صعوبات خطيرة منذ بداية الحرب في أوكرانيا قبل ستة أشهر إلى الشرق الأوسط التي تفيد أن الحكومة الألمانية تتوقع حدوث ركود اقتصاد في روسيا هذا العام بنسبة تصل إلى 15% جراء العقوبات التي تم رفضها على موسكو وجاء في رد وزارة الاقتصاد الألمانية أن العقوبات تصيب الاقتصاد الروسي بشكل كبير وأن هناك حسابات جادة تتنبأ بحدوث ركود في روسيا ويعني ذلك انخفاض الناتج المحلي الروسي بنسبة تتراوح بين 6 و 15% لعام 2022 ويشار هنا إلى أن مجلس الاتحاد الأوروبي توقع حدوث تراجع للناتج المحلي الروسي بنسبة تزيد عن 11% بعد أقل من أربعة أشهر من إعلان رئيس وزراء الهند بثقة أن بلاده مستعدة لإطعام العالم منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية وحسب موقع العربي الجديد الإخباري يبدو أن الدولة في موقف حرج إذ قد تضطر الهند إلى استيراد الحبوب لتغطية احتياجاتها بعدما تسببت موجة الحر القياسية في خفض الإنتاج ورفع الأسعار المحلية ما جعل الحياة اليومية أكثر تكلفة لمئات الملايين من الهنود الذين يعتمدون على الحبوب في صناع الأطعمة الأساسية وتظهر المؤشرات أن محصول القمح الوفير لن نتحقق في الوقت الذي انخفضت احتياطات الدولة من هذه السلع الأساسية إلى أدنى مستوى خلال 14 عاما في أوت الجاري في السياق تحدثت الجريدة الأمريكية ووش سريت جورنال عن موجات الجفاف الشديد عبر نصف الكرة الأرضية الشمالي الممتد من مزارع كاليفورنيا إلى الممرات المائية في أوروبا والصين التي ستؤدي إلى مزيد من التعقيد لسلاسل التوريد وزيادة أسعار الغذاء والطاقة مما يزيد الضغط على نظام التجارة العالمي الذي يعاني بالفعل من ضغوطه يشير التقرير إلى أن أجزاء من الصين تشهد أطول موجة حر مستدامة منذ بدء حفظ السجلات في عام 1961 وفق لمركز المناخ الوطني الصيني مما أدى إلى إغلاق التصنيع بسبب نقص الطاقة الكهر المائية الجفاف الذي يؤثر على إسبانيا والبرتغال وفرنسا وإيطاليا يسير على الطريق الصحيح ليكون الأسوأ منذ 500 عام حسب مصادر الجريدة في موضوع آخر وعودة لأخبار الوطنية جريدة الوطن كتبت عن موضوع ارتفاع أسعار اللوازم والأدوات المدرسية وفي مواجهة هذا الارتفاع في الأسعار دقت جمعية حماية المستهلك ناقوس الخطر عدة مرات منذ بداية أوتة وتوقعوا أن هذه الزيادات الهائلة في أسعار اللوازم المدرسية والتي تتجاوز في بعض الأماكن 150% حسب جريدة الوطن وأضافت أن بداية هذا العام الدراسي ستكون صعبة باقي التفاصيل تقرؤونها في الصفحة الثالثة من الجريدة إذن بهذا الخبر عفوا نطهي أوراق ما كتب في الاقتصاد نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة وفي أمان الله